قالت شبكة فرنس انفو الإخبارية إنه تم ضبط شبكة محتالين في فرنسا أو بفرنسا تردد محتالين في فرنسا تردد أنها زيفت 62 ألف شهادة تطعيم ضد كورونا اكتشف الاحتيال نتيجة بلاغات من شركة تأمين صحي اكتشفت بالصدفة الآلاف من شهادة التطعيم الموقعة من ممرضة واحدة رغم أنها لم تشارك في حملة التطعيم على الإطلاق وتقدر جهات حكومية فرنسية بوجود نحو 200 ألف شهادة تطعيم مزيفة في البلاد